السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته في قناة لعب قرية طلاب السنوية العامة في شهر 12 وشهر واحد دايما بيكون اكتر او اصعب شهرين على طلاب السنوية العامة بيكون الطالب خلاص معاتش قادر يكمل وفي طالبة بتستاء جدا او خلاص بتفقد الامل او بتشوف الدنيا وقفت بسبب ان هو في اللحظة دي بيكون مثلا زهق من المذاكرة معاتش طالب يفتح كتاب او ويرو من الحياة اللي بتحصل لتقريبا 95% من الطلاب دي اقول معلومة كده عايزك تطلع بها من الفيديو ان الكل عادي بيكون عنده المشكلة دي الطالب اللي هو يجيب 99% ده او اللي بدخل طب او نوم الطالب اللي هو الممتاز ده اللي انت ما يكفيه بيحصل له نفس المشاكل وكل حاجة وبناء نعرف الفترة دي الكل بيكون فيها غالبا مشترك في المشاكل اللي بتواجهه ولكن المشكلة كلها او الميزة اللي بتفلق ما بين الطالب اللي هو فعلا بينهاره الطالب اللي بيحقق حلمه هي ان الفترة دي ان انت بتخليها نقطة تحول بالنسبة لك وده كان موضوع بتاع الفيديو بتاع الفترة دي بس السنة اللي فاتت فهتسمعه برضو بس هتلاقي ربط بتاعه في وصف الفيديو وتقدر تسمعه لان النهاردة جايب لك معلومتين تانيين او حاجتين من المفروض انت تعملهم في الفترة دي عشان يساعدوك انك تنجح منها لان زي ما اتفقنا الفترة دي قلنا ان هي بتكون نقطة تحول او نقطة لكل اللي بيقع فيها بس الشاطر هو اللي هيقوم تاني ويقدر يكمل انما لو انت فضلت واقع كده او فضلت تقول الدنيا صعبة وانا مش هعرف اعمل حاجة فانت كده اوه انت حكمت على نفسك انك مش هتعمل بس انت وضعك الفرصة انك تعمل حاجة ازاي بقى ده بتاع الفيديو بتاع النهاردة هقول لك نصحتين او حاجتين لازم تلتزم بهم من الوقتي تمام كده في الاخر برضو هيسأل سؤال كده الكل دايما بيسأله بعد ما يسمع النصائح اللي هنتكلم فيها في الفترة دي بس اجاوبك عليه المرة الجاية بس انا عايز اسمع برضو تعليقاتكم على السؤال ده في وصف في التعليقات على الفيديو تمام كده نبدأ باول نصيحة وهي ان انت في الفترة دي من اول النهاردة لازم تزاكر اكنك اخر مرة تزاكر يعني ايه يعني لما تيجي تزاكر درس اللي انت بتزاكر الوقتي وليكن انت بتزاكر الوقتي في الدينامو فتقوم ايل انا الدينامو ده اخر مرة هزاكره هي الدينامو المرة دي ما عدتش هزاكره تاني يعني بمعنى صح ما عدتش تزاكر المذاكرة اللي فيها ممطلة يعني ايه برضو تاني يعني لما تيجي تزاكر ما تعدش تسرح مع الكتاب وتعد تدور في المذاكرات اللي يمين وكتب الشمال وتسمع المدرسين اللي قد كده وتعد تعمل هيصة كده وضيع عشر ساعات عشان تفهم كلمة والكلام ده كله اللي هو المذاكرة اللي بريتم بطيء بالاضافة المذاكرة المشفعالة يعني انت بعد ما بتخلص مذاكرة بتبقى عامل في حسابك ان انا اصلا الدرس ده بعد ما اروح اعمل الحصة اجياء بتاع المراجعة هبقى روح اراجعه تاني وبعدين هبقى راجعه في الاخر اللي هو الدرس بتاخده مش بتخلصه مرة واحدة بتعود تناطل فيه لأ انا هنقسمه على اجزاء لأ لما عايزك من النهاردة الدرس اللي انت تاخده هتقولي نفسك دي اخر مرة هزاكره الدرس ده اخر مرة هزاكره هي اللي انا بذكرها الوقت تمام كده طيب معناه ايه اللي انت بتقوله ده يا مستر معناه ان انت فعليا ممكن دي تكون اخر مرة تزاكر فيها الدرس انت مش ضامن ممكن الشهر الجاي تتعب لقدر الله يعني ربنا يعافيه الناس كلها بس ممكن تتعب ومتقدرش الزاكر تاني وبعدين ممكن فجأة تلاقي المناهية كل هات رقمت عليك ومعتش ما فيش عندك وقت تقدر تخلص فيه اللقر يعني مش فيه عندك وقت انك تزاكر الدرس اللي انت كنت تداقي الوقت تاني الوقت لو فكرين فاول السنة كنت بقولكم الدرس اللي انت تحس ان هو صعب وتتقول انا هاهاش ج Broadb continents ؟ ما تأجليش لان بعد كده هيكون في عندك اكتر من اللي انت مش قادر تخلصي الوقت يعني انت مش قادر تخلصي الوقت درس بعد كده دبقى فيه عشر دروس فيبقى لازم تخلصي الدرس اللي معك الوقت. نفس منص خمسين في المية الوقتي، وبعدين الخمسين في المية دي ألح глحقها في المراجعة، لأ، انت هتذاكر الوقتي، أكأنها اخر مرة، انت متعرفش هتلحق تراجع او مش هتعرف تلحق تراجع وهكذا، تمام؟ يبقى الدرس اللي انت تاخده أكنه آخر مرة. طيب الحاجة التانية اللي بعد كده هي خلاص انا بذاكر الدرس أكأنه اخر مرة بس المشكلة في حاجات كتيرة بذاكرها وفي حاجات المفروض براجع عليها وهكذا، وده يودينا الجزئية التانية وهي انت ما تعتبرش ان انت الحاجة اللي انتieux متذاكرها في الفترة الحالية هيكون لها مراجعة تانية. يعني هيوياتنا من انتخلص في الكهربية وداخل في الحديثة مع تقومش ايه اللي اصلا بقى ما خلص الحديثة ما تقول فوق راحنا راجع على المنهج. لأ انت هترجع على الاول المنهج. انما الحاجة اللي انت بتذاكرها حاليا بتعتبرها اول مرة مذاكرة والمراجعة مع بعض. يعني ايه؟ يعني مش بتذاكر الدرس وانها هراجعوا بعدين. لا هي اعتبرها اخر مرة. لان انت لو فضلت كده تفضل ماشي في حلقة مش بتخلص. وانت في الحديثة تقول لي اصطنع بقى المفروضة راجع المنهج فتروح ترجع على الكهربية فتلاقيك نسية الحديثة تقول لي لا اصطنع ازا راجع الحديثة وتقول ما راجع الحديثة وتنسى الكهربية وهكذا. لأ انت من الوقتي كل اللي انت بتذكر الوقتي هي دي المرة الاولى والاخيرة اللي انت هتذكر فيها. بعد كده بترجع المنهج كل مرة واحدة وبس خلاص. الفصل زاكر اكنك اخر مرة هتزاكر. يعني الدرس ده مش عارف ازاكره تاني بعد كده. وبناء عليه انا بزاكر مثلا في الدينامو ازاي بقولي الناس اللي بتزاكر الوقتي كلها معظمها في الدينامو. انا بزاكر الدينامو واخلص على الدينامو. مش هسيك فيه كلمة واحدة اه من ايه ما زاكرها كويس جدا. المعلومات اللي انا زاكرتها او مرايح ملخصها في ورقة. وانا بحل في مسألة ولط فيها. وبعدين رجعت الحل وعرفت غلطي اروح اكتب كده جنب المسألة دي ان انا ولط في كزا. وحلها كزا والمفروض ما ولطش في كزا عشان دي معناها كزا ان ما هو عصده كزا وهكزا. تمام? خلصت بقى بعد كل ده بدل ما تروح تقعد على الفيس مع الناس الفاشلة اللي يعد على الفيس الوقتي. لا انت تقوم رايح المراجعة تاني تقول انا خلصت الدرس. اروح الاخصه كله في ورقتين. بدل ما هو كده عشرين صفحة وخمسة وسبعين الف ملحوظة هنا وستاشر مسألة هنا وخمسين مسألة هنا. لأ انا لخص كل ده في ثلاثة ورقات. بحيث ان ما يجي في الاخر يوم الامتحان او فترة المراجعة اللي هو عامل هيصة والناس كلها بتتعقد منه ولا اين يمخلصوا في صفحتين ولا ايني اصلا فاكروا ومراجعوا كويس جدا. يعني انا كنت اجتهدت فيه كويس جدا. تمام كده? يبقى الحاجة اللي كانت عندك عاملك مشكلة المفروض الوقت هي اصبحت معاك هي بالنسبة لك سهلة. تمام? يجي بقى للنصاحة التانية وهي برضو اللي بتساعدك انك تعمل من النصاحة الاونية دي صح. ان انت بالفترة الحالية ما عادش ينفع تمشي عشوائي. يعني ما عادش ينفع تمشي عشوائي. يعني مش بابشي الدنيا هي اللي المشي يعني. انا روحت درس فيزيا فالمسطر طلب واجب. انا روح اعمل واجب الفيزيا. وبعدين اتفاجئ ان في عندي درس فام راح سايب مذاكرة الفيزيا وام راح الحق اعمل واجب المسطر اللي هو من ايه المذاكرة اصلا بس هو في درس. يبقى اروح اعمل له الواجب. مش مو مذاكرة اما ارجع ابقى ذاكر بقى. فتقوم راح اعمل الواجب تلاقيك مش فاهم حاجة فتقوم راح نقله في اي حاجة. تروح المسطر اقول الواجب هو مسطر. وبعدين ترجع تلاقي نفسك سبت الفيزيا ما كملتاش عشان تلحق تعمل واجب المسطر التاني. والمسطر التاني ده برضو جيت شوف المادة تلاقيك من نفسك مذاكرتاش وتلاقي الدنيا ضياعة معا Family Geron. كل ده عشان انت اعمل تلزق الدرس دة في الدرس دة. الواجب ده في ده. وكلام ده كله. ده كدا اسم متضيع وقت. ومن انت مفروض بتعمل ايه? بتمشي بخطة يعني ايه? بتمشي بخطة يعني ورقك لهو كاتب فيها الفيزيا الفصل الاعلاني انا في مية في المية الفصل التاني في تسعين في المية الفصل التالت في ستين في المية. طيب انا اللي عليها اتضور ان انا اذاكر مثلا الوقتي في الفصل الرابع يبقى علي مذاكرة حصة في الفصل الرابع. آآ الفصل الاولى كان فيه مشكلة في كزا اروح اعالجها وتعالجها وتروح تكتب ان انت خلاص خلصتها. بحيس لما يجي لك وقت مذاكرة الفيزياء يبقى انت عارف وراك ايه في الفيزياء. النهاردة عندك عشر ساعات هتذاكر فيهم مثلا. فخلاص تبدأ تذاكر هتلاقيك عارف ايه المفروض تذاكره في المادة كزا ومادة كزا ومادة كزا والمفروض عارف كل حاجة هتقدر تذاكرها فد ايه. وده هيخليك لما تجي تفتح الفيز وتعود مع الناس اللي هي ما فيش وراها حاجة دي هتجي تفتح الفيز كده تفتكر ان انت مطلوب منك يبقى ستة سبع حاجات محتاجين يجي خمستاشر ساعة وانت رسالك خمس ساعات مثلا في اليوم يبقى لا ماينفعش اعود على الفيز وينفع عود اعمل الكلام الفاضي ده. انا مفروض اروح اخلص الحاجة اللي ورايا لان الحاجات دي مكتوبة قدامي وعارف ايه اللي ورايا والمفروض اعمله. تمام كده? وبالتالي هتقدر تروح تخلص اللي وراك ده. يبقى ايه هما الحاجتين تاني الحاجة الاولينية لما تذاكر الحاجة بطل مباطلة فيها وخلص الحاجة مرة واحدة اكي انك اخر مرة تذاكرها. والمعلومة التانية انك تمشي طبق معدل زمني سابت او طبق خطة او خريطة محكمة في الفترة اللي اتنا فيها. نجي بقى الاخر سؤال معنا وهو هل ربنا هيسويك لو انت لسه بدء الوقتي تجتهد فعليا باللي كانت بيجتهد باول السنة? ولا لا? هل هيكون في فرق ما بين الاتنين? ولا ربنا هيسوي ما بينكم? ولو ربنا هيسوي ما بينكم ده هيكون عادل كده ولا مش عادل? والكلام ده كله اعايز رأيكم في السؤال ده في التعليقات وهيبقى عليه في الفيديو الجاي. هشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله